يقول دونالد ترامب صر نعم نجيب أقوال لترامب علمتني الحياة الدرسا في غاية الأهمية الذي خانك مرة سيخونك في الفترات الصعبة أهلا بكم ترامب يتعرض لمحاولة اغتيال نعم ترامب أثناء تجمع انتخابي في بنسلفانيا تم إطلاق النار عليه من سطح مصنع بعيد بعيد بعض الشيء عن مكان التجمع وأصيب ترامب في أذنه هلأ ما بدي علق على حظ ترامب الشديد إنه لو انحرفت طلقة مليمترات كانت منصر عسو يعني هالشي نتيجة حركته الدائمة لأن من الواضح إن القناص متمكن جدا وأطلاقوا للنار دقيق للغاية بس اللي أنقذ ترامب إنه يتحرك بشدة وحركته من لحظة الإطلاق لحظة وصول الطلقة خلاها تنحرف بضعة مليمترات وتصيب أذنه فقط بينما لو كان هدف الإغتيال هو الرئيس بايدن كان الأمر أسهل على مطلق النار إنه بيوقف هيك مثل الروبوت وبيضل صافي ويسابت وكأنه عم يقول لمطلق النار تفضل صيبني إذن الدرس الأول المستفاد خليك عم تهز رأسك ما بتعرف من شو الله بينجيك بشي هزة بس مو هذا موضوعنا ولا بدنا نحكي إنه بعد ما أصيب ظل متخبي تحت المنصة لبين ما أحاط في الحرس من كل جانب بعدين صار بطل بعد ما أمن واتخذ وضعية وقفة العز يلي شبهها البعض بوقفة عبد الناصر بالإسكندرية بعد محاولة اغتياله المزعومة من ضايف المزعومة على السكريبت ما علينا المهم يدير باله ترامب لأن يلي ما قدروا يقتلوه بالرصاص ممكن يقتلوه بالسم بس مو هذا موضوعنا أيضا ولا بدنا نحكي عن مطلق النار يلي تم قتله من قبل قناصة جهاز الحماية الأمريكي أنه يذكرنا بمقتل أوزوولد يلي قتل الرئيس كينيدي ومن ثم مقتل اللي قتله لتصنف حادثة اغتيال كينيدي على أنها حادثة فردية يعني هيك واحد لحاله إجا على باله يغتال الرئيس فبعد ما أتله قام إجا واحد ما له علاقة به السيرة بس يعني هيك مهزوز بدنه من قتل الرئيس الأمريكي قام قتله قبل ما يحققوا معه ويعرفوا ليش يغتال الرئيس واللي قتل القاتل وبينما كان بالسجن أتله بهم بينتحر مثل الترصر لا مو مثل الترصر بينتحر هيك عادي المهم بينتحر هلأ مقتل مطلق النار بهذه الحادثة مبرر لأنه تم قتله بنفس اللحظة لكن لو ضل عايش ربما نصل لنتيجة التحقيق أحسن من اللي رح تصير هلأ وتقول أنه شاب عمره عشرين سنة مسجل بالحزب الجمهوري يعني حزبي الولاد إي هيك اجا على باله يغتال الرئيس السابق والمرشح الحالي الأبرز دونالد ترامب ما علينا برضو مهذا موضوعنا موضوعنا أو اللي لفت نظري إدانة بايدن لمطلق النار هلأ أنا وعشرين آخرين ما منشك بأنه بايدن نزعج فعلا من مطلق النار بس يعني أنا رأيي بهالنقطة مختلف شوي عن العشرين للآخرين إنه هو أدان مطلق النار من باب يخرب بيتك وبيت بيتك بإدنه ما عرفت تزيع حميليين وتريحنا يعني إذا بيبلع بايدن وراء المصحف لا شو دخلوا هذا المصحف إذا بيبلع وراء الدستور الأمريكي فما رح يقنعني إنه هو ليس المستفيد الأكبر في حالة تم قتل ترامب المنافس الوحيد الفريد على فترة الرئاسة الثانية على كله إن كنت بدي أقول الله يحيينا ويورينا بس بالواقع بيستبعد جدا إنه يطلع شي بنتائج التحقيق يعني شي مفيد يعني بعد مقتل مطلق النار رح يطلع إنها حادثة فردية بيناتها واحدة أنا الآن بانتظار تعليقات ترامب على الحادثة مو الفورية يعني مو اللي طلعت معه فورا بس أصدي بعد ما يهدى ويرتاح هي كنشوف تعليقه لأنه بيطلع معه بالعادة نهفات مو نهفات يعني هي طلع معه تعليقات وتصريحات غريبة من قبيل تعليقه على ميلاد أوباما قال منذ ثلاثة أسابيع كنت أظنه مولودا بأمريكا لكن الآن لديه شكوك قوية بشأن ذلك يعني عم يشكك بميلاد وأصل الرئيس ومنها قوله على الصين متى كانت آخر مرة فزنا فيها بصفقة على حساب الصين هم دائما يهزموننا وأنا دائما أفوز على الصين بمعنى أنه هو تاجر ناجح بينما أمريكا وقيادتها بهذه الفترة تجار فشله وسبق أيضا أن افتخر بقوته التجارية أو خلينا نقول الإحتيالية يعني فينا نسميها الإحتيالية فحكى عن تأجيره قطعة أرض سابقة للقزافي وقال أنه أخذ منه أجرة ليلة وحدة قد أجرتها لسنتين وقال أنا لا أريد استخدام كلمة قبله لكني بالفعل عملته كقبله يعني هي مثل أنا مش عاوز أحلف لكن أقسم بالله آخر تصريحاته الغريبة كانت عن الدايت قال بحياته لم يرى شخص نحيف يتناول كوكاكولا يعني أو زيرو يعني رأيوا أن هنا خزعبلات لا تقدم ولا تؤخر فكيف يترى رح يحاول يستفيد من محاولة الإغتيال يعني يستثمرها سياسيا ويتاجر فيها بحملته الانتخابية هلأ منقول الله يحينا ويروينا دمتم بخير نعم ترجمة نانسي قنقرات لكوكاكولا اشتركوا في القناة